حيو الهجل المغمراتية حي مركوب الثلاء اذا متابعين الكرام ينطلق شوطنا الثالث ونتواصل مع ثالث الانطلاقات والتحديات والمنافسات التي تدور مع هذه الشعارات والاسماء هكذا هو ايضا الشوط المفتوح حياتي متابعين الكرام بانطلاقات هذه الشعارات وهذه الاسماء مباشرة الى الشعار سالم بن خليفة بن سيود الدرعي يقدم لنا هذه الانطلاق مع الشاهنية بينما المركز الثاني الدخول في هذه اللحظات من جبارة وسالم بن حميد بن نايم الجحافي يقدم لنا جبارة مع المركز الثاني بينما ثالث الاسماء القدوم في هذه اللحظات والوصول لمشاهدين اهل اعزاء هناك ايضا حبوبة وعويضة بسهيل بن حمد العامري يقدم لنا ايضا حبوبة في هذا المسار بينما المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات والوصول من الشاهنية المبارك بن مادوب العامري وخامس الاسماء القادمة الشاهنية المبارك بن عامر بشتيط النوفلي هذه النتيجة للخمسة الاسماء المتقدمة هلولا ونعود الى الصدارة نعود الى مقدمة الشوط الى الصدارة هلولا الى جبارة جبارة بهذه الاثارة بهذه الاثارة صاحبة عوائد وانجازات صاحبة نواميس تتقدم مع المركز الاول والقيادة هلولا متابعينا الكرام وسالم بن حمد بن نايم الجحافي متابعينا الكرام يقدم لنا هذه النوعيات يقدم لنا هذه الانطلاقات يقدم هذه التحديات ما شاء الله جبارة جبارة راحت بالانطلاق راحت بالناموس بعدت ما بينها وما بين الاسماء راحت بالانتصار تهانين تهانين والناموس لسالم بن حمد بن نايم الجحافي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والتألق والابداع المركز الثاني الدخول في هذه اللحظات ايضا متابعينا الكرام هناك شعار ايضا متابعينا الكرام يحيى بن علي بن مبخوت المنهالي بينما ثالث الاسماء المركز الثالث وصلت الشهنية لمحمد بن عامر بشتيظ النوهلي اذا تهانين والناموس متابعينا الكرام لمالك جبارة سالم بن حمد بن نايم الجحافي وتوقيتها الزمني مشاهدين الاعزاء دقيقتين 11 ثانية ايضا 94 جزا من الثانية افضل توقيت حتى هذه اللحظة متابعينا الكرام دقيقتين 11 ثانية 94 جزا من الثانية تهانين لمالك ايضا جبارة على هذا الفوز والانتصار هناك سالم بن حمد بن نايم الجحافي تهانين والناموس للجميع اشتركوا في القناة